اشتركوا في القناة هو الآن موجود في منزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هذه المنزلة لغاية الساعة عشر وثمانتاشر دقيقة من مساء اليوم الأربعة الموعد بث الحلقة لينتقل بعديها القمر لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة ورح يظل فيها لغاية ساعات المساء اللي هي تيجي حلقة الغد وإحنا لسه في منزلة البلدة أما بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القاوس معناته بنشعر بالابتهاج ونجد الناس أكثر مرحاً ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا على عالم الفلسفي والدراسات الدينية كما من ميلة الترحال والسفر والرياضة والمغامرة بوسعن اقتراض المال ودراسة لغة جديدة والاستمتاع بهواية ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ماء أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية اقتران سلبية بين الشمس وبين بلوتو وهي حكينا تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 22 واحد بتطور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن برضو بتعزز التسلط عند البعض وبيحاول فرض سيطرتهم على الآخرين بتدل على وجود مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبئ ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والدواهر الطبيعية كالزلازل والبركين والتعرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين الزهرة وطبعاً هاي الزاوية رح تكون دروتها الساعة 3 و 5 دقائق صباحاً بتوقيت جرينتش يعني من الآن بدأ تأثيرها موعد بث الحلقة ولغاية ساعات العصر تقريباً هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون دروتها الساعة 8 و 17 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينتش يعني تأثيرات هاي الزاوية من منتصف الليل ولغاية ساعة المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي برضو رح تكون دروتها الساعة 10 و 8 دقائق صباحاً بتوقيت جرينتش يعني طيلة النهار هاي تأثيراتها من ساعة الصباح لغاية ساعة المساء منصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة 10 و 8 دقائق صباحاً بتوقيت جرينتش ورح يستمر حتى تمام الساعة 7 و 11 دقيقة مساءاً بتوقيت جرينتش لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي هذا يعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع حاقد أو خطوبة أو زواج أو شراشي ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة 7 و 11 دقيقة مساءاً بتوقيت جرينتش القمر بنتقل وبصير في برج الجدي عشان هيك منصير نشعر أو منعود لطبيعتنا الجادة ومنحاول إنجاز عمل متراكم ومنجد أن الأمور ما بتصير معنا بسهولة وممكن تسيطر علينا روح التشاؤم أو على البعض مننا علينا الإجتهاد أكثر بوسعنا الشروع بعمل جديد أو شراء تحفي أثرية أو البدء بحمية أو أمور إلها علاقة بشركات التأمين بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا طبعاً الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية أما في ساعات المساء بصير عنا الأعضاء الأكثر حساسية الركبتين والمفاصل والعمود الفقري عضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والتحال وجهاز التوازن عشان هيك يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها وبرضو هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة وأيضاً لا يصلح لإزالة الشعر الزائد ولا يصلح لقص الشعر التجميلي ولا الصبغ ولا الحنة ولا القصة اللي علاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الجدي معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 21 بيبدأ قلو المسار الساعة 3 و 51 دقيقة عصراً وبيستمر حتى تمام الساعة 6 و 28 دقيقة مساءً لا يستقر القمر بعدها في برج الدلور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 2 وتسع دقائق صباحاً بصير عمره 27 يوم نسبة الإضاءة بتصير 15% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 45% الآن في ساعة العصر بتصير سعيدة بنسبة 30% القمر في القوس وبدو ينتقل للجدي ورح يضل في الجدي لغاية يوم 21 منتحس الآن بنسبة 25% منتصف الليل وما بعده بصير سعيد بنسبة 15% ساعات الظهر بصير منتحس بنسبة 20% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% في ساعات المساء بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في الجدي حتى يوم 11-2 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الدلو حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 50% المريخ في الجوزاء حتى يوم 25-3 سعيد بنسبة 30% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 سعيد بنسبة 15% ورنس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 36-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة خلال هذا اليوم من الآن لغاية ساعات المساء وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن بعض موليد برج الحمل يذهبوا في رحلة أو يروجوا لعمل أو ممكن تحصلوا على معلومات ما كنتوا تتوقعوها وبيكون في نوع من أنواع النجاح والحظ في حياتك العاطفية والعائلية أما من ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية أهمش أنك ما ترتجل المواقف والتصاريح عشان ما تقع ضحية الفوضى وعدم التنظيم بتضغط عليك المسئوليات أو ممكن تواجه أمر صعب ومعقد حاول أنك تلتزم بالمسئوليات وتعتبر فترة واعدة برج الثور بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشترك من الآن لغاية ساعات المساء والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهدئة الأجواء وتعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير وممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف عليك أنك تتحلى بالليوني والتفكير الموضوعي أما من ساعات المساء بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ثم لقاء أو فرصة تفتح أمامك أبواب السفر والتسويق والنشر أو الدراسات العليا ورح تفرح لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم إشي أنك رح تتحرك على مختلف الأصاعدة برج الجوزة طبعا من الآن ولغاية ساعات المساء بظل هذا اليوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكنها فترة برضو فيها سلبية لأن القمر مازال موجود مقابلك فهي فترة ضاغطة ومبين فعكسها الصبر والمروني فيها لغاية ساعات المساء اللي ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات معرك اللي تضبط عصابك أما في ساعات المساء بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لا تتماشى مع الوضع اللي أنتو فيه بيطمعن بالك وبتفرح لتطور ما تعتبر فترة جيدة لتصحيح خطأ أو لتكرار محاولة سابقة برج السرطان أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك طبعا القمر الآن بدأ في مراحل المقابلة ومن الآن لغاية ساعات المساء برح يظل التركيز على العمل وعلى الصحة بدكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحاذروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم ولا تأجلوا ولا تماطلوا عملكم حتى لو اضطررتوا للعمل لساعات إضافية أما في ساعات المساء بينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم حافظوا على هدوء أعصابكم ما ترتجلوا أي كلام وما توجهوا ملاحظة لأنه خصمكم يعني شوي ممكن يفهمكم بشكل غلط وتصير فيه نوع من أنواع الحدية بالكلام هاي الأيام بتحملك ارتباط مهم فعشان هيك بدك تحافظ على هدوء أعصابك وما تكون عدائي برج الأسد بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي عنكم ابتنفرج أساريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر هاي فترة إيجابية مناسبة لطرح الأفكار والارتباط فما تهملوا الواجبات اتجاه العائلة والأحبة كذلك وحاولوا انكوا تستغلوا هاي الساعات من الآن لغاية المساء في تصحيح الأخطاء أما في ساعات المساء بيبدأ العمل بالتراكم لديكم أهم شنو ما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب ابتظهر مسائل عائلية أو شخصية طارئة أو ممكن تشعر بنوع من أنواع التوتر برج العذرة بروسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن لغاية ساعات المساء وبتجد تعاون من أفراد العائلة أو ممكن يصير بعض القلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر مشاكل شخصية أهم الشي أنك ما تتهرب من المسئولية تجاه العائلة الأجواء الشوي فيها نوع من أنواع التوتر وحاول أنك تراعي وضعك الصحي أما في ساعات المساء بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحبائكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتك وممكن تقوم بخطوة مباركة أو تتلقى إشارة إيجابية تعتبر هاي فترة مناسبة لالتقاط أنفاسك بعد أيام يعني كانت ضاغطة برج الميزان بتنشطوه في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لا اجتياز امتحان من الآن ولغاية ساعات المساء وبإمكانكم تعززوا العلاقة مع الإخوي أو الجيران بتدعمك الحظوظ وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن تحمل لك لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتهيل قدرتك أما في ساعات المساء بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطف الأجواء العائلية بالضاغطة خيكون مرن شوي حاول أنك ما تعمل أي مشاكل لأنها يعني فترة أساساً بتثير الإضطراب والامتعاض فما تخالف القوانين برضو واحترم الموعيد والالتزامات المهنية ويهتم بعائلتك برج العقرب بيظل الوضع ممتاز من الآن لغاية ساعات المساء على المستوى المالي فاليوم بيحمل لك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن تهتموا لمناقش الدعم مالي أو قرض أو تفكروا في بعض الاستثمارات والتوظيفات تعتبر فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها ربع أما في ساعات المساء فبصير الأجواء أحسن وأحسن فبتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وتعتبر هاي فترة مهمة للتواصل مع المجتمع ولإسماء صوتك ممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق ومصالحة برج القوس ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم كنتبهدروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية الفترة هاي بتحمل انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليكم كنت تحلوا بالحكمة والواقعية الأمور بتشتد عزيمتكم من الآن و لغاية ساعات المساء وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق نجاح باهر أما في ساعات المساء بتعيد تنظيم ميزانيتكم أهمش انه ما تغامروا بأموالكم وتعتبر هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر لسه ما وصل عندكم فعشان هيك من الآن و لغاية ساعات المساء بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدأ وطيرتك لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو صحي أهمش إنك ما تحسم أمر لأنها هاي فترة سلبية ومخيبة للأمال وممكن تندم على أي خطوة بتقوم فيها أما في ساعات المساء طبعا القمر بوصل لعندكم تستعيد نشاطك وحيويتك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة بتمتلك اليوم من ساعات المساء الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق برضو اليوم بيحمل لك خبر صار بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمنية بمساعدة صديق ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الآفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن اليوم تعزز شعبيتك أو تحصد بعض الأرباح أو تفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجنبك طبعا شوي الأجواء بلشت تضغط عليك لأنه بساعات المساء القمر رح يوصل لبيت متاعبك فمن ساعات المساء بتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم أهم شيء تتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حذروا الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة وممكن تخيب آمالك أو تتأخر أعمالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا هذا اليوم يعتبر يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش إنك تهدئ من روعك ما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك من الآن ولغاية ساعات المساء بدك تتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها أما في ساعات المساء هنا النشاط الاجتماعي هو اللي رح يظهر على الساحة فبتلتقوا الأصدقاء أهمش إنك تحاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحدين فترة ناشطة وواعدة دراسيا أو مهنيا أو عائليا وبتكثر عندكم الاتصالات والموعيد هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء